اكثر من 11 ألف قتيل وما يقرب من 10 ألاف في عداد المفقودين هذه هي أحدث حصيلة لكارثة فيضنات ليبيا التي ضربت البلاد منذ نحو أسبوعين عوامل عدة أدت لتفاقم هذه المأساة أهمها حالة عدم الاستقرار السياسي واستمرار الحرب الأهلية على مدى عقدين من الزمن وهي الحالة التي هدت إلى تداعي البنية التحتية وأنظمة الطوارئ في البلاد كما حرمت أيضا الفوضى السياسي البلاد من الاستفادة من أموال صندوق كوب 27 للإغاثة المناخية ومساعدة البلدان الفقيرة على تجاوز تداعيات التقصي القاسي يوجد في ليبيا 16 سدا مائيا موزعا على مدن مختلفة في شرق البلاد وغربها تعرض معظم تلك السدود للتخريب والإهمال وصرقة المضخات الهيدروليكية منذ عام 2011 فيما أشارت ورقات بحثية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عاما في ظل غياب أعمال صيانته الدورية ترجمة نانسي قنقر نرحب إذن بضيفانا معنا من بنغازيا الأستاذ يحيى العبار الخبير الاقتصادي كما نرحب أيضا من ترابلس بضيفنا الأستاذ محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي ضيفانا أهلا بكم معنا على ششرة الغد في برنامج جاحسة مغاربية أبدأ من ترابلس معك وسيد محمد المحفوظ بتقديرك إلى أي مدى أثرت ربما الأزمة السياسية والانقسام في الحكومة الليبية على أداء إن كان الوزرات والمؤسسات المعنية لمواجهة كارثة مناخية مثل ما حدث مع عاصفة دانيال سيدة مونة والأستاذ المشاهدين الكرام بكل تأكيد أعتقد أن هذا أمر قطعي ليس فيه جدال مسألة اليوم هذا الخلاف وهذا الانقسام السياسي وحالة الاستقطاب الكبيرة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات كانت عاملاً مساعداً في مسألة ضعف التعامل مع هذه الكارثة هذه العاصفة الكبيرة يعني دول بمؤسساتها وحكوماتها يصعب عليها التعامل معها أما بالك في وضع سياسي مثل ليبيا جدير بالذكر سيدة مونة قبل يومين صرح السيد باتيلي وهذا التصريح هو تصريح مدرب على الفكرة أكد عليه في أكثر من المناسبة منذ أن ضربت العاصفة مدينة درنو ومدن شرق ليبيا أكد على مسألة أنه إذا كانت كان بالإمكانة وبالأحرى حرفياً قال باتيلي كان بالإمكان تفادي هذه الخسائر الكبيرة لو كان هناك سلطات موحدة في ليبيا وهذا بالتأكيد أعتقد أمر يتفق عليه أغلب الليبيين ربما لأول مرة يتفقوا ليبيين على ما يقوله سيد باتيلي شرقاً وغرباً بكل تأكيد لأن هذا أمر واقع نحن أمام معطيات واقعية سيدة مونة ولسه بشديد حتى بعد الكارثة قد يستغرب الكثير ألا يكفي سقوط هؤلاء الألاث من الضحايا ودمار مناطق نصف مدينة درنو تقريباً حسب التقريرات الأولية التي أخرجتها بعض السلطات الرسمية حوالي 30% من المدينة دمر دماراً كاملاً 15% من المدينة دمر دمار جزئي أنك تتحدث على منقالب نصف المدينة سيدة مونة يحتاج إلى إعادة الأعمار برغم من ذلك إلى حد اللحظة نرح على الصراع السياسي خاصة في مسألة الصراع على تقاسم الأموال أو ما يسف بين ظفرين بمسألة إعادة الأعمار ليس حباً ولا حرصاً في درنا ولا في إعادة الأعمار بقدر ما هو تسابق على الفوز بهذه السفقات وبهذه الشركات حتى تحصل هذه الشخصيات على نسب معينة وبكل تأكيد نحن أمام شواهد وسوابك حصلت في الماضي يجعلنا نتنبه حقيقةً إذا لم يكن هناك حالة إرتفاثة دولية ومراقبة وعملية شفافة لإدارة مسألة إعادة الأعمار في المناطق المنقوبة نحن على أبواب مشهد سوف تذهب هذه الأموال في مهاب الريح ولن يكون هناك إعادة الأعمار حقيقية في المدن المنقوبة طيب أيضاً نسمع رأيه لأستاذ يحياء العبار الخبر الاقتصادي هلنبي كماناً أستاذ يحياء عند الحديث عن أي كارثة في أي مكان في العالم نتحدث عن خسائر طبعاً ليس هناك خسائر أكبر من الخسائر البشرية ولكن أيضاً كارثة إعسار دانيل خلف خسائر اقتصادية كبيرة جداً في ليبيا بكم تقدر اليوم هذه الخسائر وهل ما تقدمه الأمم المتحدة يكفي لإعادة إعمار درنا أهلاً بك أستاذ أممنا وبك كل مشاهديك الكرام طبعاً نهيئة الخسائر طبعاً في ليبيا لا تقدر بثمن نحن خسرنا البشر وهو أهم من الحجر والشجر وحتى ما يصوق على أنه تقديرات مالية أو اقتصادية خسرتها الدولة الليبية وهذا ما لا يمكن استرجاعه لطالما نبهنا على أن هذا الإهمال وهذا التمدلس من المسؤوليات وهذا الفساد الإداري والفساد الوظيفي الذي يودي بأشخاص غير مؤهلين إلى مناطق في الدولة أو positions في الدولة كل هذا سيؤدي في النهاية إلى كارثة من الممكن أن تكون كارثة اقتصادية كارثة سياسية كارثة اجتماعية لكن ما لم نتوقعه أن تحدث كارثة طبيعية فزي ما عرفنا حتى هذه السدود التي تم بناؤها في فترة الستينات والسابعينات كانت تحتاج إلى الكثير من الصيانة والصيانة الدورية ولكن نبه على شيء معين أن هذه الأمطار والعاصفة العاتية لم تكن مسبوقة في تاريخ ليبيا ولم تكن أيضا طبيعية وبالتالي حتى القوة الاستيعابية أو القدرة الاستيعابية لهذه السدود هذه الأمطار فاقت القوة والقدرة الاستيعابية لهذه الأمطار كانت ثلاث أضعاف الكميات المعهودة أو الكمية التي من الممكن أن تهطل على منطق الجبل الأخضر في سنة كاملة هناك عوامل عديدة هذا الستورم كان في منطوق أو في علميا يعتبر غير طبيعي هذه الكارثة التي حدثت أدت إلى كشف العديد من العيوب في أجسام الدولة كوزارات لموارد المائية أو عمداء بلديات أو الميزانيات التي من الممكن أن تصرف هنا وهناك ويتم العبث بها كل هذا في النهاية أدى إلى خسارة كبيرة في مدينة درنا وخسارة للدولة الليبية ولكن نحن لازلنا رغم أننا تقنيا نعتقد جازمين أن حتى إن حدثت هذه الصيانات لم يكن لسد ركامي أن يتحمل هذه الكميات الكبيرة من المياه التي فقط 60 مليون من المتر المكعب بينما السدود كانت تتحمل فقط 20 مليون من الأمطار المكعب وبالتالي كان من الأفضل دراسة جدوى ودراسة مشروعاتية للمنطقة الجبلية التي لطالما كانت بها عواصف وبها على الأقل عواصف معهودة في هذه المنطقة وكان من الأجدر بناء سدود خرسانية بصمامات تم تحديثها على الأقل من بعد سنة 90 أو بعد سنة 2000 لا أن نترك الأمر عبارة عن سدود ركامية بدون صيانة قد لا تتحمل مثل هكذا كوارث وهذا ما حدث فقط قبل أن ننتقل للأستاذ محفوظ وريد أن أسأل حضرتك أستاذ يحيى من يتحمل هنا مسؤولية صيانة ربما هذه السدود لأن هناك ميزانيات تصرف مع كل حكومة جديدة في كل سنة تصرف ميزانية لصيانة هذه السدود هل رئيسة البلدية هو المعني بهذه الصيانة؟ هل هناك جهة معنية؟ وبالمناسبة أيضا يتم التحقيق معه الآن رئيسة البلدية الذي قال أن ما حدث في درنه أكبر من إمكانيات البلدية صحيح مشكلة الفترات الانتقالية التي مرت بها الدولة الليبية والهالة من عدم الاستقرار من بعد سنة 2011 جعلت المسؤولية تتبعثر هنا وهناك ما بين العديد من المسؤولين الذين كانوا يتولون مناصب انتقالية وكانت تخصص لهم الميزانيات الضخمة هذه الميزانيات ينتابها الكثير من الفساد والعبث وآخر المستفيد من هذه الأموال هي البنية التحتية الليبية والمواطن الليبي نرى الوضع للمواطنين الليبيين وضع متدني جدا انقسام المجتمع الليبي الذي كان متقاربا اقتصاديا إلى حد كبير وكانت الطبقة الوسطى هي الطبقة الكبرى في المجتمع الليبي انقسم إلى زي من سموهم في ليبيا مرموقين وإلى أناس أخرى تحت خط الفقر هذا يدل على كمية الفساد الذي ابتدأ من سنة 2011 المجتمع الدولي والقوة الدولية المتداخلة في شأن الليبي لا يمكن استثناؤها من هذه المسؤولية تدخل دول بعينها في صنع القرار في ليبيا وتأجيل الانتخابات أكثر من مرة والصنع حكومات كارتونية والأوهال الخارج وبعضها من جاء حتى في فرقطات إيطالية والبعض الآخر جاء عن طريق رشاوي مالية بالطبيعي أن يؤدي إلى فساد وانتشار الفساد في كل مفاصل الدولة ليس حتى من باب العمد البلديات ولكن حتى في الوزارات وفي المؤسسات السيادية وأيضا بين الموظفين وبالتالي أصبح هذه الحالة التي من عدم استقرار أفت بظلالها على كل موظفي الدولة وتجهوا إلى الأغتنام واعتبار أن كل بوزيشن هو عبارة عن غنيمة وبالتالي أدت إلى الفساد العام وكما سمى غسان سلامة نهب عام للدولة الليبية طيب أنتقل أيضا إلى ضيفي من ترابلس أستاذ محمد عند الحديث عن تحقيق يدور حاليا من أجل معرفة من المتسبب في هذه الكارثة أو من لم يقم بمهامه قبل حدود هذه الكارثة هنا الحديث على أن المدعي العام تم يقول يوم عام سنة أو تم إيقاف 8 أشخاص ويتم الآن التحقيق مع 16 شخصاً صحيح أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل ولكن هل تعتقد أن هذا التحقيق ربما قد يجر معه أشخاص ومسؤولين كبار في الدولة إلى القطبان وخلف القطبان أيضاً في البداية سيدة مونة الخطوات من النيابة العامة بشكل أول يمكن أن تقيم بأنها خطوات جيدة ويعني نضع اللبنة الأولى في مسألة البداية في موضوع المحاسبة والعقاب والمسائلة دون شك أنا أعتقد في تقديري أن هذا الملف سيأخذ وقت طويل لكن هناك تساؤلات هناك تساؤلات عميقة وجدية تطرح اليوم أمام النيابة العامة تطرح من الرأي العام بشكل عام التساؤل الأول هو مسألة هل لدى النيابة العامة القدرة لإصدار مذكرات قبض أو حتى محاسبة والتحقيق على أقل تقدير التحقيق التبيان الحقيقة من مسؤولين ذو مستوى عالي في الدولة يعني شخصيات رفيعة من تم الحديث على إداحهم بمذكرات قبض ثمانية أشخاص يمكن وقصهم بأنهم إدارات وسطة في الدولة ليسوا مناصب رفيقة جدا وبالتالي هذا السؤال مهم جدا لأنه أعتقد هناك الكثير يتحدث على مسؤولية سلطات عليا نتحدث على رئيسي الوزراء نتحدث على وزراء افتراضا وزير الموارد المائية في الحكومة المكلفة من البرلمان لم يتم استدعاءها بالرغم أنه سرح في إحدى القنوات المحلية قبل يوم من كارثة دارنا بأنه تفقد السجود ويعني اطمعنا على كل شيء هذا مثال من الأمثلة ثم أن هناك تساؤل آخر يطرح تساؤل آخر يطرح سيدة مونة أنا اليوم أطمع في تساؤلات لا أتهم أحد ولا أتبنى رأي معين التساؤل الثاني هو التساؤل أيضا في مسألة هل التحقيقات ستطال مسألة السجود فقط والمسؤولية هذه الفنية أم أنه حتى في مسألة التعامل مع الكارثة في قضية الإخلاق قضية حضرة الجوال قضية تعامل السلطات مع هذه الكارثة هل تنبأت بأنه ربما تحدث هذه الكارثة أم لا وبالتالي يكون هناك حيطة وحذر أكثر هذا أيضا تساؤل هذا أمر اليوم أعتقد أنه من الواجب الحديث عليه والتحقيق فيه وبالتالي نحن مقتنعين سحيح لأنه كانت هناك تنبيهات فعلا متناقضة أستاذ محفوظ ما بين الحكومتين السلطات كانت تقول ربما أن الأمور بشكل سليم لن يحدث أي شيء فيما أن في الغرب يقولون وحذروا من عاصفة دانيل وما سيثلوها من كارثة فبالتالي كانت هناك تصريحات متناقضة ما بين الجانبين بكل تأكيد وهذا أمر يتطلب التحقيق حتى تتبين الحقيقة يعني كان فيه أطراف مثلا عميد بنديد دارنا وهو أحد الذين تم القال قبض عليهم يعني أخلا مسئولية تحدث في البداية أنه طالب بإخلاء المدينة من السكان خاصة المناطق المطلة على البحر وبعد ذلك أطراف أخرى طالبت بفرض حاضرة الجوال هنا يعني أعتقد أنه هذا الأمر يتطلب يعني لأن بكل تأكيد في دمنا وهذا أمر في عجالة بكل تأكيد لو كانت عملية هناك لو كانت لو حدثت عملية إخلاء لكانت أضرار أقل بكثير من هذا الأمر بالتالي يعني باختصار أنا قاعد يعني أطرح تساؤلات الشارع وأتبنى وجهة نظر تقول أنه هذا الملف ملف شائك وملف يحتاج وقت طويب وبكل تأكيد أنا أرى وأنا أظن وأتمنى أن أكون مختلان بأن حالة الاستقطاب الموجودة في ليبيا اليوم وحالة الصراع ستؤثر على أعمال النيابة العامة نحن ندرك تماما سيدة مونة وفي عجالة نيابة العامة في ليبيا موحدة نيابة العامة ليست مقسمة موحدة لكن حتى تتحقق العدالة سيدة مونة هناك سلطات أخرى مناطبها هذه العدالة الجهاز التنفيذي في الدولة هو جزء من هذه العدالة والجهاز التنفيذي اليوم منقسم نتحدث على وزارة عدل في الشرق وزارة عدل في الغرب وبالتالي أنا أعتقد أن ملف درنة لن تحدث فيه محاسبة حقيقية وهذه الجمهة يجب أن يوضع تحتها أكثر من خط إلى أن تنتهي حالة الفوضى هذه الموجودة وحتى ربما تكون هناك سلطات موحدة في ليبيا وهذا الأمر قد يأخذ فترة طويلة ولكن بكل تأكيد كارثة مثل هذه الكارثة يعني مهما طال الزمن أعتقد أن مسألة المحاسبة ستكون فيها موجودة طيب أنت قيل إلى أستاذ يحيى العبار أستاذ يحيى ظهيح أن ربما المدعي العام اليوم الشعب الليبي لديها ثقة في المدعي العام بما أن هذه المؤسسة القضائية غير منحازة ليترفلة طالما حاول البعض تسييس هذه المؤسسة ولكن لم تنصع هذه المؤسسة لذلك فبالتالي اليوم هناك ثقة من الشعب الليبي في المدعي العام في المؤسسة القضائية هذا من جهة سؤال وسؤال طين أيضا أستاذ يحيى العبار لأي مدى المساعدات التي وصلت من الأمم المتحدة عشرة ملايين دولار ستساعد ليبيا على تجاوز هذه المحنة بتقديرك يعني أولا تعريجا بس على بعض النقاط قبيل هذا العصار كان هناك تأهب من قوات المسلحة الليبية وانتشر ما يقارب عشرة آلاف جندي في المنطقة حاولوا عندما وصل الأمر أن هذا العصار من الممكن أن يكون أقوى من المتوقع كان هناك نداءات من الشوارع بالأخلاء لكن أحدا لم يتوقع لا خبراء ولا مهندسون حتى في داخل المدينة ولا الشعب بشكل عام أن من الممكن أن يصل الأمر إلى درجة سيل يجرف نصف المدينة وبالتالي أخذوا الأمر بنوع من الإهمال ولم يخرجوا جزء بسيط خرج وهذا ما فاقم المشكلة بالنسبة للنائب العام بصراحة كان منذ الأيام الأولى في عين المكان عين الأماكن عين السدود يعني تواصل مع كل الجهات ذات العلاقة وقام بالاستدلال وجمع المعلومات عن طريق طبعا الفريق وعن طريق الأجهزة المختصة ويعني الآن بالفعل يثق بها الليبيين هو يعني مقره في طرابولس ولكنه الآن يعمل من وسط مدينة درنة وبنغازي ومدن الشرق وبالتالي حتى الآن بالنسبة للنيابة العامة تقوم بالدوري على أكمل وجه وجهت دعوات تحقيق وحبس على ذم التحقيق للعديد من الشخصيات منهم عميد البلدية والمسؤول عن نهاية المورد المائية والعديد من الشخصيات الأخرى الأمر من الممكن أن يطال مسؤولين آخرين الممر أو خلينا نقول الطريق القضائي في ليبيا يمشي حاليا على ما يرام بالنسبة للمساعدات التي قدمها المجتمع الدولي نشكر ونثمن عاليا الدول التي ساعدت ليبيا إنسانيا ولكن هناك مجلس أمن وأمم المتحدة تفرض العديد من القرارات على ليبيا منها الفصل السابع ومنها تجميد الأموال الليبية التي من الآن هذا وقت في هذه النائبة الإنسانية يجب أن يرفع هذا التجميد عن الأموال الليبية إذا كانوا فعلا هناك نية صادقة في مساعدة الليبيين وعدم الإصرار على إنشاء مشروع للأعمار يكون دولي وبالتالي سيتدخل البنك الدولي الذي لم يسلم منه العديد من دول العالم 189 دولة لم تزداد فقرا فهنا لم تستفد من هذا البنك الدولي نريد فقط رفع بعض هذا التجميد عن أموال الليبية والليبيين بشريء يستطيعوا تعامل مع شركات كبرى في إعادة الأموال هذا كان الجانب الاقتصادي دعنا نسأل آخر سؤال لأستاذ محفوظ أستاذ محفوظ تطرق الأستاذ يحية في معرض رضي على سؤالنا الأول على أن أيضا الدول الأجنبية تتحمل المسؤولية هل يمكن تتحمل هذه الدول الأجنبية والغربية المسؤولية ما حدث في ليبيا بحكم أنها ساهمت بشكل أو بآخر في عرقلة الانتخابات الليبية أكثر من مر لا هو يعني يعتقد أن مسألة العرقلة هي عرقلة محلية قبل أن تكون دولية أنا أدرك تماما أن العديد من الأطراف الدولية تعرق المسار للانتخابات لأنه ليس على هواها واليوم أنك تتعامل مع مؤسسات ضعيفة وهشة أفضل بكثير بالنسبة لهم من أن تتعامل مع مؤسسات قد تفرز هذه الانتخابات وتكون مؤسسات معبر عن إرادة الليبيين ومعبر عن إرادة الشعبية يعني ليس هناك الضمانات لهذه النتائج وبالتالي العديد من الأطراف الإقليمية والدولية ليسوا متحمسين بالأحرى على مسألة الذهاب نحو الانتخابات لكن هذا الأمر لم يكن ليحدث وهذا التأثير لم يكن ليحدث لو لا وجود سلطات على المستوى التشريعي مجلس النواب والدولة وعلى المستوى التنفيذي هذه الحكومات المتصارعة ما كان ليحدث لو لا وجود هؤلاء وتشبتهم في السلطة وعدم رغبتهم في الذهاب نحو مرحلة سياسية جديدة ومرحلة من إعادة الأمانة للشعب وبالتالي أعتقد اليوم بدل أن ننوم الخارج وهذا الأمر بكل تأكيد موجود نحن لا يمكننا أن نتغافل الدور الخارجي في مسألة التعامل في المشهد السياسي لكن هذا الأمر أعتقد أنه حريبنا أن نعالج أداء الليبي المثالي قبل أن نتحدث على أي أدوار خارجي أشكرك جزيلا شكرا من طرابلوسا ضيفنا وسادة محمد محفوظة الكاثب والبحث السياسي من البنغازي أيضا شكرا موصول وساد يحيى العبار الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لكم ضيفان حسن المغاربية متواصلة معكم وفي بعد الفاصل بعد 19 عاما على صدورها المغرب يقرر إعادة النظر في مدونة الأسرة